بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها السادة والسيدات والله هناك إحكام في القرآن يجعل العقل يتوقف أنا الآن قدرا أقلب برنامج إحصاء القرآن فصدفت آية الحقيقة يعني آية عظيمة جدا تنزه الله عز وجل في سورة طه فتعالى الله الملك الحق معنى تعالى أي تعظم معنى تعالى أي أن الله أكبر من كل شيء أي أن الله وسع علمه كل شيء أي أن الله أعلى وأكبر مما يفترئ الملحدون فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على القرآن يخاف أن لا ينسى يخاف أن تذهب كلمة من دماغه أو يقصر في إيصال الرسالة يخاف أن ينسى آية معينة فيحب أن يعني كان يعجل عليه الصلاة والسلام ليتلقى أكبر كمية من الوحي يريد أن يبلغ الناس يريد أن يفيد الناس يحب الخير للناس من شدة حبه للخير كان يعجل بالقرآن يريد المزيد لأنه يحب كلام الله عز وجل فيطلب المزيد لكي يبلغ الناس ينقذهم من نار جهنم يهديهم من الظلمات إلى النور فالله ماذا قال له رحمة به وليس عتابا له رحمة به يعني يا رسول الله أرحم نفسك اهدأ قليلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فهذه الآية تعلمنا الهدوء تعلمنا الطمأنينة تعلمنا أن لا نعجل في أي شيء لأن الإنسان خلق من عجل خلق الإنسان من عجل فالإنسان مجبول ومخلوق من عجل يحب السرعة يحب يتلهف لفعل المزيد حتى إذا اهتم بالدنيا تجده يتكالب على الدنيا يريد أن ينجز كل شيء في نفس اللحظة فيأتيه الموت فجأة فيصبح من النادمين فتعالى الله البلك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما هذه الحقيقة آية موجودة في القرآن قد يقول أي ملحد أين الإعجاز فيها ما الفرق بينها وبين بقية آيات القرآن ما الفرق بينها وبين كلام الشعراء مثلا بما أن الله عز وجل وضع إعجازا وإحكاما في كتابه لابد أن إذا بحثنا عن هذا الإحكام لابد أن نجد هذا الإحكام طبعا يجب أن نجده أيها الأحبة الحقيقة هذه الآية فيها كلمة محورية هي كلمة القرآن القرآن أيها الأحبة عندما نزلت هذه الآية لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كم سيكون عدد سور القرآن يعني القرآن نحن نعلم اكتمل وحي القرآن بـ 114 صورة آخر سورة سورة النصر عندما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبشره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فهذه الآية بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالفتح وأمرته هذه السورة بالاستغفار قبل لقاء ربي عز وجل وأدرك بعض الصحابة الكرام أن هذه السورة هي يعني إشارة إلى انقضاء عمر النبي أو إلى وفاة النبي وانقضاء وحي القرآن 114 صورة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم لأنه لا يعلم الغيب والناس لا يعلمون كم سيكون عدد سور القرآن 114 ولكن علمنا أن عدد سور القرآن 114 بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف الوحي فلا يستطيع أحد أن يضيف سورة أو يحذف سورة من القرآن هناك بعض الطوائف للأسف يدعون أن هناك سورا حذفت من القرآن والسور أضيفت وآيات حذفت وآيات وهناك ملحدون يدعون ذلك طيب هنا أراد الله أن يدعى معجزة في هذه الآية يدلني أنا وأنت من خلال هذه المعجزة أن هذا القرآن هو 114 سورة وأنه محفوظ وأن كل كلمة في القرآن لها إحكام وإعجاز ولها يعني دليل رقمي شفرة رقمية تدلك على أن هذا القرآن لم يتغير فيه حرف واحد منذ أن أنزله الله حتى يوم القيامة أول ملاحظة أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الآية الكريمة في سورة طه تحت الرقم 114 هذه أول إشارة رقم الآية الكريمة فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما هذه الآية أحبة في الله عدد رقمها في سورة طه 114 وهي آية مكية سورة طه نزلت في مكة في أوائل الدعوة يعني فلم يكن أحد يستطيع أن يضع إعجازا أو متفرغا للحسابات والأرقام يعني وضعها تحت الرقم 114 رقم هذه الآية 114 هو نفس عدد سور القرآن طبعا هذا الأمر قد يقول قائل هو مصادفة ولكن الحقيقة الآية تتحدث عن القرآن وانقضاء وحي القرآن متى انقضى وحي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم متى توقف بعد أن بلغ عدد سور القرآن 114 إذن رقم 114 رقم تدل عليه الآية ضمنيا ودلت عليه أكثر أننا نجد رقم هذه الآية 114 الحقيقة هناك شيء أكثر إعجازا كشفه لنا برنامج إحصاء القرآن الكريم دعونا نتأمل هذا البرنامج ونرى هذه الدقة في كلمات الله سبحانه وتعالى هذا هو برنامج إحصاء القرآن أنا فتحت على الآية الكريمة هنا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما أستخدم هنا الرسم الأول يمكن أن تستخدم الرسم العثماني لمن يحب الآية أمامنا أيها الأحبة كما نرى رقمها هنا في سورة طاها دققوا معي هذا الرقم هنا هذه الآية رقمها كم مي وأربع عشر رقمها في سورة طاها مي وأربع عشر الحقيقة الشيء المعجز الذي أود أن أحدثكم عنه أن كلمة بالقرآن هنا التي تدل على الرقم مي وأربع عشر لأن عدد سور القرآن مي وأربع عشر فكلمة بالقرآن لها ترتيب عجيب ضمن المصحف الشريف نحن طبعا نستخدم رواية حفص عن عاصم التي تم بناء هذا البرنامج عليها هنا أيها الأحبة كلمة بالقرآن كم ترتيبها على مستوى القرآن كم ترتيبها أول شيء عدد سور القرآن مي وأربع عشر المي وأربع عشر هذا يساوي تساطعش مضروبا في ستة تسعة عشر مضروبا في ستة دعونا يعني نوضح هذا بالكامل يعني من خلال هنا أيها الأحبة إذن عدد سور القرآن أكبر الخط قليلا يساوي مي وأربع عشر ويساوي تساطعش مضروبا في ستة لماذا أكتب هذا الكلام لنكتشف شيئا مهما أيها الأحبة إذن عدد سور القرآن هو تساطعش مضروبا في ستة طبعا كلمة القرآن عدد حروفها ستة واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة والعدد تساطعش هو أول عدد صحيح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول عدد صحيح نزل على النبي قبل الرقم سبعة وقبل بقية الأرقام العدد تسعة عشر في قوله تعالى في سورة المدثر وتعلمون سورة المدثر يا أيها المدثر من أوائل السور التي نزلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر عن ذلك الرجل المتكبر الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم واستكبر وقال السحرون يؤثر عن القرآن لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي تسعة عدتهم إلا فتنة إلى آخره إذن هذا العدد أول الأعداد نزولا طيب من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد سور القرآن سيكون من مضاعفات هذا العدد ليبدأ يعني إنزال القرآن وبداية القرآن بالعدد تسعة عشر طيب هذه فقط يعني على جنب ملاحظة الآن دعوني أعود إلى كلمة بالقرآن فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربزدني علما كلمة بالقرآن أحبتي في الله هذه الكلمة أين موضوع أنا لدي هنا لدي هنا أحبتي في الله بيانات رقم آخر كلمة محددة هذه الكلمة التي قمنا بتحديدها رقمها في المصحف يعني تسلسلها يعني المصحف يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم باسمه رقمها واحد الله رقمها اتنين الرحمن ثلاثة الرحيم أربعة الحمد خمسة لله ربي العالمين الرحمن الرحيم عشرة مالك إدعش وهكذا حتى نصل إلى آخر كلمة في القرآن عدد كلمات القرآن حسب هذا البرنامج سبعة وسبعين ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين كلمة طيب كلمة بالقرآن التي تشير لانقضاء وحي القرآن يعني مية واربعة أين وضعت في داخل القرآن وضعت في سورة طه تحت الرقم مية واربعة طيب لماذا في هذا المكان بالذات لماذا لم توضع قبل آية أو بعد آية سنكتشف السر الآن أيها الأحبة ترتيب الكلمة هذه بالقرآن المحددة طبعا نحن عندما نحدد كلمة هكذا فتعالى ترتيبه هكذا هنا واحد أربعين ألف ومية وثمانا وأربعين الله عز وجل واحد وأربعين ألف ومية وتسعة وأربعين الملك خمسين هنا واحد أربعين ألف ومية وخمسين الحق واحد أربعين ألف مية وواحد وخمسين ولا اتنين وخمسين تعجل تلاتة وخمسين لاحظوا بالقرآن أربع وخمسين واحد أربعين ألف ومية واربعين انظروا ماذا يساوي هذا العدد يساوي تساطعش في تساطعش في تساطعش في ستة التساطعش في ستة هذه تساوي مية واربع عشر هذا السور القرآن يعني أصبح لدينا مية واربع عشر مضروبا بتساطعش مضروبا بتساطعش ورقم الآية مية واربع عشر سبحان الله دعوني أكتب هذه القاعدة هنا أيها الأحبة إذن هذه الآية هذه الآية لو قمنا بوضعها هنا كلمة بالقرآن هذه الكلمة سيكون رقمها مية واربع عشر ضرب تساطعش ضرب تساطعش انظروا كم هذا الرقم معجز إذن كلمة بالقرآن ولا تعجل بالقرآن رقم هذه الكلمة مية واربع عشر الذي هو عدد سور القرآن أصلا في تساطعش في تساطعش والعدد تساطعش له إعجاز كبير في القرآن كما تعلمون أيها الأحبة وهو أول عدد صحيح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني أنا أقول لماذا أيضا تسعة عشر العدد تسعة عشر عدد أولي لا ينقسم إلا على نفسه وعلى واحد هو دليل على وحدانية لا على فكرة والعدد تسعة عشر يمثل بداية الأعداد الصحيحة ونهايتها يعني العدد واحد بداية الأعداد الصحيحة والعدد تسعة نهاية الأعداد الصحيحة من واحد إلى تسعة ثم تتكرر الأرقام بعد ذلك طيب أنا لدي هنا أيها الأحبة مفارقة عجيبة أيضا ومذهلة أن الله عز وجل عندما ركب حروف هذه الآية نحن نعلم أن عدد حروف اللغة العربية كم ثمانية وعشرون حرفا عدد حروف اللغة العربية لغة القرآن ثمانية وعشرون حرفا كم حرفا اختار ليبني هذه الآية الكريمة هل يمكن أن يكون تسعة عشر نعم انظروا هنا أيها الأحبة هنا هنا البرنامج يعطيني عدد الحروف الهجائية المستخدمة في بناء هذه الآية طبعا الآية التي قبلها استخدم الله عشرين حرف والتي بعدها خمسة عشر حرف التي بعدها خمسة عشر هذه الآية بالذات بالذات الآية مية وأربعة عشر استخدم الله في بنائها تسعة عشر حرف مثلا اللام ذكر تلتعاش مرة الألف عشر مرات الياء ست مرات القاف خمس مرات النون أربعة الواوت ثلاثة الميم ثلاثة عين ثلاثة الباء ثلاثة الهائت اثنان الكاف اثنان الراء اثنين الحاء اثنين وهكذا أيها الأحبة وهناك تسعة أحرف لم تذكر إذن الله عز وجل وضع هذه الآية في مكان داخل سورة طه داخل سورة طه وضعها أين رقم 114 يساوي 19 في 6 مضاعفات 19 ويساوي عدد سورة القرآن 19 في 6 وكلمة القرآن هي الكلمة الوحيدة في القرآن التي تحقق هذه المعادلة لا توجد كلمة أخرى يعني أن تجد كلمة في القرآن من مضاعفات العدد 114 في 19 في 19 أو مضاعفات أخرى قريبة من هذه لا يوجد إلا هذه الكلمة القرآن يعني كأن الله يريد أن يقول لك انظر على مستوى الكلمة هناك دقة يعني كلمة القرآن سأعيد أيها الأحبة انظروا هنا ترتيب ترتيب هذه الكلمة هنا أحبة في الله 41154 يساوي 19 في 19 في 19 في 6 و عدد حروف الآية التي تركبت منها الحروف اللغة العربية هي 19 حرفا ورقم الآية 114 يساوي 19 في 6 يعني أنا بالنسبة لي أعتقد أن هذا منتهى الإعجاز ومنتهى القوة في إحكام كلمات القرآن وفي ترتيب هذه الكلمات ضمن كلام الله تبارك وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتنبأ بأن عدد سور القرآن سيكون من 14 عندما أنزلت هذه الآية ولا يمكن أن يكون لديه القدرة ولا لكل أدباء الدنيا ولا الإنس ولا الجن حتى أن يتحكموا بالحروف الهجائية التي تتألف منها الآية يعني اليوم أعظم مؤلف في العالم ربما يناور بعدد الكلمات عدد الحروف الإجمالي مثلا أما أن يتحكم بعدد الحروف الهجائية يقول أنا سأكتب آية أشير فيها إلى القرآن وأذكر فيها القرآن وسيكون رقم هذه الآية هو نفس عدد سور القرآن 114 وسيكون يعني 19 في 6 ويكون عدد الحروف التي سأستخدمها في كتابة هذه الآية هو 19 حرفا بالضبط وكلمة بالقرآن التي هي محور هذه الآية سأجعل ترتيبها 19 في 19 في 19 في 6 مثلا هذا ليس بمقدور البشر أيها الأحبة لذلك الله عز وجل عندما يقول قل لئني جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأن يهدي به من يشاء من عباده الضالين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر